موسيقى أهلاً وسهلاً أصدقائنا في مقدمة الروبوتك الجزء الأول من الدرس الأول اليوم سنتعرف على ما هو الروبوت تمكن صديقي بعد هذا الجزء من الدرس أن تعرف الروبوت تصف و تسمي بعض الروبوتات المعروفة موسيقى إنجازاتهم جميلة حسناً أخبرني الآن ماذا تعرف عن الروبوت؟ ماذا تعلم عن الروبوتات بشكل عام؟ هل تعتقد أن كل الروبوتات تظهر بهذا الشكل على شكل إنسان؟ ماذا تعتقد؟ اكتب لي في التعليقات إجابتك دعونا نتعرف معاً أهو الروبوت هو آلة ويمكن لقى الجهاز يعمل بالكهرباء وغالباً ما يستمت طاقته من البطاريات بأشكالها حسناً أهل يعني هذا أن المصباح والتلفاز والمكوى روبوتات؟ طبعاً لا، فالروبوت وآلة تعمل بالكهرباء تمتاز بالذكاء وتستطيع القيام بمهام معينة وسنتعرف لاحقاً بالتفصيل ما هو الذكاء الذي يتميز به الروبوت بعد أن تعرفنا ما هو الروبوت، فلنتعرف معاً على مجموعة من الروبوتات المختلفة قام الإنسان بصناعتها لإهتاف معينة سوف تتفاجأ من التنوع في هذه الروبوت هيا، لنبدأ معاً هذا الروبوت للأيد الضخمة يسمى روبوت باكستر إنه روبوت ذكي، يمكنه تعلم أي حركة بإعادتها مرة بعد مرة انظر كيف يقوم بالحركة استخدم في المصانع، انظر كيف يرتب القوارير في العلبة هذه وظيفته، يستخدم يديه القويتان في المصانع إنه باكستر، روبوت باكستر انظر إلى هذا الروبوت، يسمى Articulated إنه يستخدم أيضاً في المصانع إنه عبارة عن يد ضخمة في ماذا تتوقع أن يستخدم هذا الروبوت؟ فلنظر معاً إنه يستخدم في مصانع السيارة لأنه ضخم، يمكنه حمل وتجميع قطع السيارات الكبيرة انظر كم المجموعة التي تستخدم لتنتاج سيارة كل روبوت يعلم ما هي مهمته وماذا يجب أن يفعل ما هو الجزء من السيارة الذي سيحمله ويلسقه ويثبته في هيكل السيارة إنها روبوتات ضخمة حقاً ضخمة تستخدم في المصانع اسمه روبوت أرتكيوليتد فلننتقل إلى الروبوت الآخر انظر إلى هذا الروبوت الصغير لا يجب أن تكون الروبوتات ضخمة إنه روبوت صغير الحجم بحجم زراري قميص لديك هل تصدق ذلك؟ يمتلك حركة غريبة انظر كيف ينتقل في مجموعات هل ترى كيف ينتقل في مجموعات؟ كأنه سرب هذا الروبوت يسمى سوارم أخذ الإنسان فكرته من الحشرات كيف تنتقل في مجموعات؟ حسناً في ماذا يمكن أن نستخدم هذا الروبوت الصغير جداً؟ نستخدم هذا الروبوت للتنقيب والبحث في المناطق الضيقة جداً التي لا يستطيع الإنسان وصولها في الكهوف الصغيرة في الشقوق بين الصخور يرسله الإنسان هناك ليصور له المكان ويعود بمعلومات قيمة عن هذا المكان يستخدم في التنقيب عن المعادن المهمة التي يحتاجها الإنسان انظر ما أصغر حجمه لكن فعله عظيم حسناً انظر إلى هذا الروبوت الجميل اللطيف إنه لاعب الكرة لاعب الكرة ببساطة ما هو يلعب الكرة مثلك هل تحب لعب الكرة؟ يملك ذكاء الاصطناعي يجعله يرى الكرة يخطط كيف يجب أن يضربها لتدخله في المكان الذي يريده الهدف إنه روبوت صنع المتعة ليرفيها على الإنسان جميل أليس كذلك؟ هنا روبوت يسمى إينز عبارة عن رأس لكنه يحتوي الكثير من التفاصيل هذا الروبوت يحاكم مشاعر الإنسان نعم إنه يستطيع أن يعبر عن مشاعر كالحزن كالفرع انظر إلى هذا الوجه الضاحك والعينان السعيدتين انظر أيضاً كيف يمكنه أن يشجعك يخبرك أن إجابتك صحيحة إنه سعيد انظر أيضاً كيف يمكن أن يقول لك أنه متأسدر إذا فعلت شيئاً خاطئ هذا الروبوت يتفاعل مع الإنسان يتفاعل مع مشاعر الإنسان أليس جميلة؟ بعد ما تعرفنا على مجموعة من الروبوتات يمكننا القول أن الروبوتات توجد بأشكال وأحجام مختلفة وهذا فيعتمد على المهمة التي سيقوم بها الروبوت شكراً لكم أصدقائي وإلى اللقاء أراكم في الفيديو القادم مع الوزء الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة